أهلا بكم من جديد العطاء المتدفق من إمارات الخير إلى بلاد الشام والعراق وصلت حصيلة تبرعاته إلى 195 مليون درهم في اليوم الخامس من حملة تراحم وقال الدكتور محمد عتيج الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن توجهات سمو الشيخ حمدان بن زايدا لنهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر تؤكد على ضرورة إيصال المساعدات الشتوية إلى اللاجئين والمتضررين بأقصى سرعة كما وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان أمس طائرة شحن محملة بأربعين طنا من مواد الإغاثة والألبسة الشتوية والطرود الغذائية لإغاثة اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية التي تضرب بلاد الشام حاليا